هتولي بقى شباب خريطة دور الستاشر واللي حصل فيه ودور التمانية هيحصل فيه ايه عشان تعرفوا حجم المفاجآت طيب كده حسمة ايه الامر ناجيريا والكاملون ناجيريا فازت انجولا ونبيبيا انجولا فازت وبالتالي هي مواجهة بين ناجيريا وانجولا في دور السمانية في دور الستاشر ايضا تحت كده هو كاففردي وموريتانيا كاففردي فازت والمغرب جنوب افريقيا جنوب افريقيا فازت وما بقيت مواجهة بين جنوب افريقيا وكاففردي وكاففردي عندها فرصة تاريخية انها تسعى للنصف النهائي عشان المواجهة تقريبا متكافأة بينها وبين جنوب افريقيا مالي وبركينيا فازت ومالي فازت وعتلاعب كوديفور اللي اطاحت بالسنغال حامل اللقب مالي وكوديفور مصر والكونغو الديمقراطية كونغو الديمقراطية فازت وعتواجه منتخب غينيا اللي اطاحت بغينيا الاستوائي يعني تخيل البطولة فاضل فيها الكونغو وغينيا وكاففردي وأنجولا ومالي ومصر والمغرب والجزائر وتونس والسنغال وغانا والكاميرون خارج البطولة ايه ده ايه الفيلم الدرامي ده ده ولا في الاحلام للأسف ولا في الكوابيس للأسف يعني بطولة معفرطة من اول يوم بقولك والله معفرطة في حاجة غلط ده مش طبيعي ايه اللي بيحصل ده مش منطقي خالص طيب